اشتركوا في القناة سيدة ستاسي بلاسكت وسعادة السيدة جينيفر جونزاليس كولون وخلال اللقاء رحب معالي وزير الخارجية بوفد مجلس الشيوخ الأمريكي مشيدا معاليه بعمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ماري بن معاليه عن اعتزازه وتقديره لعلاقات التحالف الاستراتيجي بين البلدين الصديقين والتي تشهد تطورا دائما على جميع الأصعد بما يعزز مصالحهما المشتركة مستعرضا سبل تنمية هذه العلاقات لأفاق أرحب بما يلبي طموحات البلدين الصديقين ويدعم فرص وجهود تعزيز الأمن والسلم في المنطقة ونوها معالي وزير الخارجية بالنتائج الإيجابية والبناء التي أسفرت عنها قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وكذلك القمة العربية الإسلامية الأمريكية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مؤكدا أن هذه النتائج تحقق المصالح المشتركة وتدفع بمجالات التعاون المشترك وبأفاق العلاقات لمستويات متقدمة على المستويات كافة الاقتصادية والسياسية والأمنية وتعزيز مستوى التنسيق في مكافحة الإرهاب من جانبهم أعرب وفد مجلس النواب الأمريكي عن سعادتهم بزيارة مملكة البحرين ولقاء معالي وزير الخارجية وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين وما يشهد التعاون المشترك من تنوع وتقدم مستمر إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وتمنين لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء ترجمة نانسي قنقر